أهلا بكم وجه غبطة البطريارك بير باتيستيا باتسبالا بطريارك القدسي للاتين رسالة رعوية إلى الأساقف والكهنة وجميع المؤمنين في الأبرشية حول التعيينات الجديدة داخل البطرياركية اللاتينية والمهام الرئيسية للمعينين على أن تكون نافذة اعتبارا من الخامس عشر من شهر آب المقبل وبداية قدم غبطته الشكر للنواب البطرياركيين السابقين ولكل القريبين منه في هذه المرحلة المليئة بالتحديات والصعاب وبناء على ذلك فقد تقرر أن يقوم المطران ويليام الشوملي بمهمة النائب البطرياركي العام في القدس ويحل محله الأب جمال خضر ونقل الأب حن كيلداني من الناصرة إلى الأبرشية وسيحل محله الأب رفيق نهرة كما تقرر تعين الأب يعقوب رفيدي رئيسا للمدارس في فلسطين بالإضافة إلى تعينه كاهنا لرعية رامالله وأعطى غبطته للنواب البطرياركيين صلاحية تعين لجان لمساعدتهم في التسلم والتسليم